برحب بسعارة سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق سعارة سفير مساء الخير فن حالة مساء الخير إزاك يا سلام إزاك حضرتك الحمد لله شايف إزاي سيد سفير زيارة رئيس المفاوضية الأوروبية النهاردة في زاوية تنامي العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة المصرية الأوروبية طبعا حضرتك إنك ترحز من البيانة اللي خرج بعد المباحثات إن المباحثات قطت مجموعة واسعة من الملفات وطبعا فيه ملفات بقت مستحدثة في العالم كله مش هزين مصر ومتحض بروس فقط زي موضوع الحرب في أوكرانيا زي موضوع تغيير والبناخ وطبعا الموضوعات دي لها تأثير كبير على اقتصاد العالم كله وبالتالي كل دولة من حقها أن هي تدير أمورها بالشكل اللي هو يعني يتماشى مع مصالح شعبها وده اللي مصر بتقوم به يعني بإتقان وبجدارة في المرحلة الحالية فأنا بشوف أن الزيارة ديت مهمة جدا في توقيت حاسم مصر بعد إذا كانت نحور الاستقدار والأمن هي الآن بتسعى ما أيضا تكون نحور للطاقة والأمن الغذائي أيضا وبالتالي مصر بتتحرك دائما باستراتيجية استباقية يمكن حضرتك هتتفق معايا أنه حتى منتدر غاز في الشرق المتراصل ده بدأ من قبل الحربة في أوكرانيا من 2019 بقى له ثلاث سنين دي لقتي بالضبط بدا كل دي إجراءات استباقية مصر دائما بتنظر عندها رؤية يعني فحرك شايف أن البوصلة المصرية كانت واضحة من سنين فاتت فكرة أن مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة وبالتالي تشابك المصالح وتطابق السياسات ده هيكون ليه تأثير إيجابي طبعا حضرتك وانت هارك بردو من قبل بردو أنت بتحاول تعمل ربط كهربائي مع اليونان يعني هي أقرب دولة أوروبية لمصر وأوضح في الاتحاد الأوروبي فإذن أنت دائما كان عندك نظرة استباقية وده في حد ذاته أمر مهم جدا في العالم اللي عاشي فيه لكل يوم فيه تتدورات حدى يعني بتؤثر فعلا على حياة الناس فأعتقد أن مصر بتصير في طريق السليم والاتحاد الأوروبي ممكن فعلا أن يكون شريك وبالتالي أنا بشوف أنه عملية التوازن في العلاقات مع كل الأطراف مؤثرة في مجتمع الدولة ده أمر مهم جدا في المرحلة الحالية بما يتلاءم مع مصالحك ومع مبادئك وده أعتقد أمر واضح جدا في المرحلة المرحلة الحالية أنا باش أحرك شكرا جزيلا سيد سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لحضرتك